أمر خطير عظيم جدا 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 لابد الحذر منه الإستهزاء السخرية السب للدين للرب للنبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا يمكن أن يسخر بهذه الأشياء لأن هذا أعظم الكفر إذا تسمع آية أو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تخاف تنظر في هذه الآيات والحديث لا تلعب لا تستهزئ بالقرآن والسنة لا يمكن أن تسمع السب والإستهزاء والتسكت لابد أن ترد أو تنشي تنصر لابد أن المسلم يذب يدافع عن الكتاب السنة لا يمكن أن المسلم يجهل أن نسبر رب كفر أكبر لا يمكن أن يسبر الأنبياء والرسل لا نسب عيسى ولا موسى ولا نوح ولا إبراهيم ولا محمد هؤلاء أنبياء الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نتعرض لهم بالسب الشتم هذا الموضوع خطير جدا 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 فيما ينقل بعض الرسائل أو يضحك بعض الناس عندما يقرأ آية أو حديث هذا الموضوع جدا 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 يقبل الزائف الآن المواحد حقا نحق حقا للسوحيد لابد أن يحقق التوحيد ويرضى بحكم الله مع الأعداء ومع غير الأعداء يعني الآن التعامل مع الكفار لابد أن أتعامل في الشريعة لا يمكن أن أتعاد على الشريعة مثاله يعني أظلم الكفار لا يمكن أو أخذ أموالهم 即使是和隐蔽者们不信教的人们在一起交往 也必須要坚守 الله规定的政治的法度 不允許有任何侵犯的行为 أو أتعرض للكفار بالشب مثلا 比如面对非信使罵他们 这是不允許的 لا لابد أن أتعامل مع الكفار كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم 跟非信使進行交往 就如同先知曾和非信使交往的方式一样 بيننا وبين الكفار عن عهد لابد أن نفي بعهد العهد 如果非信使有契約有協約 必須要完美地完美你的協約 必須要完美地完美你的協約 必須要完美契約 不允許背信其一 لا ننقض العهد 不允許私自毀壞契約 لا أظلم الكفار 不允許对背徒 非信使有任何不义的行為 ننصح لهم 应当具美好的勸告 نأمرهم ونادعوهم إلى الدخول في الإسلام 应当劝告他们加入公正的إسلام نحب لهم الخير وهو الدخول في الإسلام 我们希望他们也都获得福利 希望他们加入إسلام نخاف عليهم من النار 我们担心他们也 他们因为不加入إسلام而进入火域 نعم